في أخبار الدار الليلة ننظر للبطالة من منظور حلول اجتماعية فقد يكون لمراكز التنمية والأندية الشبابية دور في تخفيف حدة أثار التعطل عن العمل ونبدأ من نادي مؤاب الرياضي الذي يخدم فريق النادي بالإضافة إلى المجتمع المحلية مع الازدياد الكبير في إعداد الشباب وازدياد حاجتهم لتفريغ الطاقات الموجودة لديهم قام نادي مؤاب بإنشاء ملعب لكرة الثماني في قضاء مؤاب في محافظة الكرك والذي يقع ضمن خطة العمل المستقبلية لديهم قمنا بوضع خطة مستقبلية لإحتياجات القطاع الشبابي بقضاء مؤاب فوجدنا أن القطاع الشبابي بقضاء مؤاب بحاجة إلى ملعب وبحاجة إلى صالة لاقبادنية فقمنا بإنشاء ملعب ثماني ملعب نادي مؤاب وهو بمساحة 2400 متر مربع وبكلفة تقديرية من وزارة الشباب 167 ألف دينار أردني حيث أن هذا الملعب يخدم فريق النادي وبالإضافة إلى أنه يخدم المجتمع المحلي المشاريع المستقبلية أيضا استكمالا للملعب سنقوم بإنشاء غرف خدمات للملعب ومرافق صحية متكاملة بالإضافة إلى مدرج لملعب نادي مؤاب وتزفيد الساحات الخارجية أيضا هناك مشروع قبل أيام قليلة طرح عطاء لصالة اللياقة البدنية لنادي مؤاب وهذه الصالة هي منحة من الديوان الملكي العامر بقيمة ثمانين ألف دينار أردني هذه المشاريع خلال السنتين الأولويين اللي قمنا فيهن في إدارة نادي مؤاب وإن شاء الله للسنوات القادمة سنضع خطة أخرى لإحتياجات الشباب والقطاع الشبابي في قضاء مؤاب الحبيب والغالي علينا مديرية شباب الكرك من جهتها أشرفت على استلام هذا الملعب بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تخدم فئة الشباب في المحافظة نحن سلمنا الملعب من أجود أنواع الملاعب العشب والإصطناعي كل نادي له اجتهاداته نحن الوزارة بتدعم الأندية حسب نشاطاته وحسب جهوده في مبلغ محدد من المال ورئيس النادي له اجتهاداته الأخرى أنه يحص المبالغ أخرى المضي في النادي للأمام إن شاء الله ضمن موازناتنا اللامركزية لمديرية شباب الكرك تم رصد عدة مشاريع على العشرين والواحد وعشرين من ضمنها ست ملاعب موزعة على المحافظة إن شاء مسبح نصف قلومبي يخدم الكرك وإن شاء الله رح يكون النواة الأولى للمدينة مجمع الأمير فيصل الرياضية ورح يكون عندنا إن شاء مضمار للملعب بكلفة مالية ما يقارب 150 ألف دينار وتجهيز بيت شباب محافظة الكرك لاستقبال معسكرات الحسين والزائري للمحافظة ملعب نادي مؤاب وغيره من المرافق الرياضية التي أنشئت ويتم إنشاؤها في المحافظة هي أكثر ما يتطلع له الشباب لقضاء أوقات فراغهم بنشاطات مفيدة بدلا من الفراغ الذي يحيط بهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر